الخبر ده ربما يهم جدا عشاق دولة التلاوة المصرية السنة دي كل يوم في شهر رمضان قناة الحياة هتنقل بس مباشر لشعائر صلاة العشاء وصلاة الترويح من مسجد الحسين هذه الشعائر هتكون بصوت كبار القراء المصريين مبارح ربما كتأول صلاة الترويح في الشهر الفضيل وأم المصلين فيها الشيخ الدكتور أحمد نعي نعر تصدرت شبكة تليفزيون الحياة موقع التواصل الاجتماعي تويتر وده خلال الإزاعة الحصرية لصلاة العشاء والترويح في أول أيامها من مسجد الإمام الحسين قال محمود التوني رئيس شبكة تليفزيون الحياة أن النجاح ده تصدر موقع التواصل الاجتماعي نتيجة لتلبية مزاج المشاهد المصري اللي بيحب المدرسة المصرية في التلاوية يعني رمضان يعني صلاة الترويح يعني نزلنا وزيارة قال البيت يعني التجمع يعني الأنوار اللي موجودة طبعاً ربنا يجعل دايماً أيامنا حلوة وأيامكم كلها احتفالات وأيامكم كلها بركة ترجمة نانسي قنقر